موسيقى كيف يمكن أن ندج عوالم الإبداع من باب المعمار؟ كيف يمكن أن تتعدد آفاق الخلق وتعبيرات الفن في روح واحدة؟ كيف يمكن للأنت أن تكون المهندسة المعمارية، الفنانة التشكيلية، أستاذة الرقص، وعازفة الكمان أيضا؟ مرحبا بك أستاذ سلمة ترحب بك الجنة للأويداد حقيقة دعينا نبدأ هذا الصفر من الرحلة الأولى طبعا الإنسان يعي منذ البداية بأنه مولع بالفن والإبداع والخيال كيف كانت تلك المراحل الأولى في حياتك؟ بالحقيقة مني كنت صغيرة كنت شغوفة بالفن، شغوفة بالصوار، شغوفة بالرقص، بالغناء لأنه العائلة ديالي مكنتني من هاد الأشياء كاملين وتحت لي بزاف ديال الفرص وباش مكني ينكون مبعد مهندسة معمارية، وفنانة تشكيلية، وأستاذة رقص، وأستاذات ديال الفنون كان عندي واحد، كان عندي أنتغو فيختيل، كان عندي واحد الحقل، وهذا الحقل كان حقل ممتاز من تربة جيدة، هو اللي مكني أنني ندير هاد الحويش كاملين نعم بكل تأكيد حينما نتحدث عن الأستاذة الدكتورة سلمة شريبي نتحدث مباشرة عن الأستاذ رشيد شريبي صاحب دارنا النشر المشهورة وكذلك قاعة الفن التشكيلي، ونتحدث أيضا عن أمها السيدة زينب التي تعتبر من الأقلام التي ساهمت كثيرا في مجال الفن التشكيلي ببحوثها هل تعتقدين أنك وجدت الحقل مهيئا تماما للإبداع؟ وجدت حقلا مهيئا للإبداع في الوالد ديالي وفي الوالدة ديالي في عمي أستاذ سعيد شريبي ملحن على العود وفي الجدي أستاذ بن سالم شريبي اللي مخصناش نشو كان مولوع بالموسيقى وكان جاب نعيم معاك في المغرب وجاب سيرك وجاب بزاف ديال الأشياء وبزاف ديال البرامج تقافية الجميلة في اللول ديال القرض الماضي العائلة ديالي كاملين مولعين بالفن مولعين بالموسيقى مولعين بالغناء إذن كان يمكنير يكون هذا الحق الخصب لهذا الشيء عكامل نعم ذكرتي أحد الأعلام الكبيرة في المغرب اللي كان اعتزوا به الراحل سي سعيد شريبي وش كنت ذكري علاقتك به كيف كانت وكيف كنتي كنت جلسين تنصيسين إلى عزفه؟ أستاذ سعيد شريبي كان إنسانا وديعا وجميلا وله دائما كلمة طيبة وكانت شخصية دياله بحل تلحين دياله بحل ألحان دياله كانت شخصية رائعة متميزة جميل جدا طبعا أنتي تتحدثين الآن هنا عن الموسيقى وعن الغناء وعن ولكن ما الذي قادك إلى عالم الفن تشكيلي تحديدا؟ الفن تشكيلي تحديدا مني كنا صغار كان الوالد ديالي تتسدعي بزاف ديال الفنانين أنهم يجوا عندنا المنزيل كانت يجي عندنا الله يرحمه عزيزة أبو علي كانت يجي الله يرحمه مليحي بن يسف كانت يجي السيد صدوق كانوا تيجيوا بزاف ديال الفنانين تيجيوا لعندنا الطار تيجلسوا معنا بزاف ديال ديال كانوا تيدروا لي كاغني دياله غياج أنا اللي كاغني ديكولوغياج ديالي دفاتر تلوين ديالي درتهم مع أبزاب ديال الفنانين مشهورين في المغرب وكان عندي من الطبيعي أنني نرسم استمريت مني كنا في المدرسة ديالهندسة معمارية استمريت في الرسم ومني أخديت ديبلوم ديالي كمهندسة معمارية وصل واحد الوقت كان حسيت بأنني ممكني تعانى نكون فنانة تشكيليا ولكن مشي من سهل أنك تكون فنان إلا كنتي في عائلات ديال الفنانين لأن كل شيء يكون شيء يصور كل شيء يبداعي ما ممكنك تلزم تقول حتى أنا فنان قسك تدير واحد العمل وهذاك العمل ديالك يكون متمييز واحد ساعة كنت خايفة أن هذاك العمل ديالي ما يرضيش الوالد ديالي ما يكونش هذاك التمييز اللي هو بغا حسيت به هو شوية متردد ولكن الوالدة ديالي شجعتني وكتبت لي واحد نص جميل لهذاك المعريض ديالي اللي ولاني ديال 2008 اللي كان اسميته Tempo Intenso كتبت لي واحد نص جميل وشجعتني ومدني جاء الوالد ديالي شف لواحات ديالي بحلا طبع لي عليهم قال لي دبا يمكنك خديت الإجازة لعندس باشي خديت خديت إجازة صعبة طبعا بكل تأكيد صارم على كل هذا لانه كما تتعرفي صارم هو حنون ولكن صارم جميل خديت إجازة دياله مني عطاني إجازة دياله استمريت ولكن إجازة أخرى هي طبعا تخرجك 1990 من دراسة الهندسة المعمارية سلما مناي كنت صغيرة كانت عارفة بإني إجازة نكون مهندسة كانو شوش حويج مهمين مني كن صغيرة اللولا أنني غادي نكون مهندسة معمارية مني كن صغيرة وأنا غادي نكون مهندسة معمارية والتاني أنني غادي نقرأ في جامعة سوربون كنت نقرأ روايات ديالطاه حسين وكنت طلعت بإني طه حسين ومشى لجامعة سوربون وأنا مني كنت صغيرة كنت أريد أن أكون هندسة معمارية ونقرأ في جامعة الصوربون مني تخرجت قبل من بعد أشهر قبل من نتخرج من جامعة هندسة معمارية مشيت تنقل بشنو غدي نقرأ في جامعة الصوربون على غرار طه حسين ولقيت بأنني مكلي نقرأ ليست واغده لأخ تاريخ الفن سنة 2005 ستنالي الدكتورة في ميناء الصوربون هذا مجال وحقل طبعاً سيهيئك أيضاً لمجال الفن تشكيلي واذا تعتبر مثلاً أن الدرس الأكاديمي يخول للفنان أن يتمكن من أدوات اشتغاله؟ معلومة درس أكاديمي مهم ولكن كان بزاف ديال الفنانين اللي هما فنانين عصاميين محتاجوش الدرس ولكن الدرس معلومة الدرس ما يمكن له يريزيد وخيكون الدرس ما يكونش من نفس المجال قاعد دروس اللي تيكتسبها لواحد تدخول له أفاق جديدة وتدخول له معطيات جديدة وتدخول له مجالات جديدة اللي يمكن له يبدع فيهم جميل بالنسبة للفن المعماري يعني طبعاً حينما نتحدث عن الفن المعماري نتحدث عن هندسة المدينة عن تشكولات هذه المدينة عن محيط السكن إلى غير ذلك واذا كانت هناك فلسفة أو فقط ميل إلى هذه العوالمة للهندسة؟ كان كان واحد الميل الكبير لهذا المجال واستوضفت هذا المجال في المجال ديال الصباغة ديالي إلا لاحظتي مني تنكون تنسبغي لشفتي صباغة ديالي صباغة ديالي عبارة عن قصاصات ديال الأشياء إلا شتيكي باش تنركبها بحالة نركب زليش نعم هي مستوحات من من فن ديال زليش وبزاف ديال الأشياء اللي تعلمتها في الهندسة تنوضفها في الفن تشكيلي وبزاف ديال الأشياء اللي تعلمتها في الرقص تنستعملها في الفن تشكيلي بزاف هادوك المجالات تتيلي تكمل بعضها تتكمل بعضها تكمل بعضها وتتدير مراسلات بينتها ديالي تنسميه بفرنسيا ديالي كوريسبوندانس هي تتتراسل بعضها نعم جميل قبل من ندوزل مرحلة أخرى يعني ودت لو يعني بقي في داكرتك أشياء عن مرحلة باريز والدراسة في السوربون كانت مرحلة ديال باريز مرحلة جميلة جدا جدا وكنت كانت بها مرحلة صعبة لأنه اول مرة تنى خرج الخارج واول مرة خسنين سكون بوحدة اهول مرّة خسنين اعتامد انا رأسي واول مرّة خسنين نتكلف بوحد ولدات صغار باش المكيلي ينسكون عندهم كانت مرحلة جميلة ولكن كانت مرحلة صعبة كانت مرحلة جميلة بحل اكتساب حرية و اكتساب شخصية نعم ولكن سوربون انا داك حقيقة كانت مدرسة الوالي باش ندخلو لي لها كان مناس كانت مدرسة بريستيجيوز مدرسة راقية ولكنت اسادة الى الاستادة паруu stack لي اطرده الدكتوراء كانت اسادة مهمة واص sitting sarm كانت اسادة مهمة ولكن صارمة الله يرحم هذا الذكره بخير هو اللي دفعتني لنكمل هذه الدكتوراه ذكي الى الدكتوراه عنوان الدكتورة ديالك في هذا المجال في تاريخ الفن؟ المساجد العلوية للقرن السابع عشر والثامين عشر جميل وماذا وجدت في هذا البحث تحديدا؟ وجدت بينها وكاينين 26 ديال المساجد الجميلة اللي هي الملوك اللي طلبو تشيد ديالها وهديك المساجد موجودة في واحد العدد ديال المدن كاين منها في رباط كاين منها في مكناس كاين منها في الضربدة كاين واحد العدد ديال المساجد وأنا قمت بالدراسة ديال كل مسجد على حدة وقمت اللي مزيان في هديك الدراسة ديالي أنني قمت بالغلفي بالسرد ديال جميع الأشياء اللي كينا جميع الزخارف اللي كينا في جميع النصوص اللي منحوتها على الجبس اللي منحوتها على الخشب اللي مصورة في الزليج بحيث إلى هديك المساجد لأنها هديك المساجد قديمة بحيث إلى هديك المساجد ضع منها شي حاجة ولا إلا هديك المساجد تخربات فعل الوقت يمكن لها تعاود تشيد ويمكن لها تعاود تبنى كيف اللي كانت في الأول جميل إذن واش قدمتي مثلا مجموعة توصيات إلى الجهة المعنية بصيانة هذه المساجد؟ قدمت أول مجموعة ديال توصيات وقدمت واحد الوصف دقيق ديال جميع الأشياء الصغيرة الموجودة ديال جميع الأشياء الموجودة في هديك المساجد جميل جداً سيد ديال وعلى هاد الهاد السادة سيد أحمد توفيق كان من بين الجيغي من بين الأشخاص اللي أطروا واللي ساهموا واللي ساعدوا في هاد البحث أولاً في الأول كمدير ديال مكتبة الوطنية لأنه أنا داك كان مديراً للمكتبة الوطنية هو اللي ساعدني أنني نشوف مثلاً الحوالات ديال أحباس نشوف بزاف ديال وطائق اللي هي وطائق نادرة واللي هي وطائق جيدة للبحث ديالي دونك هو ساعدني في هاد المجال هدا ومن بعد الدكتوراه أوتاني ساعدني في النشر وفي ديال هاد البحث طيب أستاذ سلماء شريبي أنتي طبعاً ترددين في كل افتتاح هذا المعارض ديالك في كل حفل الافتتاح ترددين أن هذا المعارض دعوة إلى البهجة إلى الفرح إلى انتصال لقيم الجمال هل تعتقدين بأن الفن هو هذا الدور دياله الأساسي؟ الفن هذا هو الدور دياله بالتسبب لي هذا هو ما عنده شي دور آخر لأنه يدخل سرور لعن الناس تنشوف بزاف ديال المعارض حالياً تنشوف بزاف ديال الناس تشيدوا بالغضب تشيدوا بالحرب تشيدوا بأشياء صعيبة تنشوف بزاف ديال انتقييمي بزاف ديال الخيوبة وأنا مش هي هذا كوه الهدف ديالي الهدف ديالي أنه كل واحد يجي المعارض ديالي يدي معه واحد شوية واحد وحد الوقيت صغير دي الفرح يديه معه هذا هو عندي الهدف الرئيسي انه يكون اشادة دي الفرح جميل ويقال كذلك ان الفن هو ان يعني نبعث جزء من الضوء الى اعماق الاخر هذا بالضبط جزء من الضوء الى اعماق الاخر نعم كذلك نعتر في اعمالك على هاد النوع من اللسق يعني الكولاج اللي كيعتمد بالاساس على قص يعني الاف القطع والجزئيات اللي كتقوم بلسقها وتكوني لوحة ديالك يعني ما سر هاد العملية مامار دي تجور ان نقولها بفرنسية مامار دي تجور سي اون سقونة ده انسپيراسيون اون اتار لدي تده تقفال يعني تناخد واحد الوقت واجيس اناني نصور مني تنصور الحاجة تنكون متقنا وعارفة فين غادي توصل هذيك الحاجة ماشي تننصورها ومبعد نزيد فيها ولا نقص فيها مني تنوضع الخطوط ديالها تتكون هذيك الخطوط ديالها بينه فين غادي نوصل من بعد مني تنبدأ تلصق فيها بشوية 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 بحال إنه الفن بالنسبة لي يخصوا واحد اللمسة دي العفوية وخصهم بعد واحد الوقت طويل أكيد والنفس طويل نعم بكل تأكيد ولكن من ناحية أخرى نعثروا بعض الأحيان في اللوحة ديالك على إما واحد اللون طاغي الأحمر ديما الأحمر طاغي 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 ديours الدشاق الدشاق ديما الطاغي ديما طاغي دي魘 يعطي القلب فيهم الدياغونال. ما مرأة بلسالة ليندكور. ليندكور ديما خط القلب. خط القلب يمشي من الجوش للتحت ويطلع للدوات. ديما ستلقي هذا خط القلب. ماشي شي حاجة اللي تنتحكم فيها. ولكن بعد ماني تنحط هذه اللواحات مع بعديتهم. تلقى بأن كلهم فيهم هذا الرجل واليندكور. ومناسبة حقيقة أن تكون الأم مرجع هذه ثالث مرة تذكرين الأم. تحية لهذه الأم الملهمة اللي دائما توحي لك بالأفكار الجميلة. طبعا على اعتبار أن اللون يصبح موضوعا داخل اللوحة. هل تعتقدين بأن البياض أحيانا يصبح كذلك موضوع؟ مهلوم؟ البياضة هو موضوع ديال اللوحة. كما كان في الغناء كان الغناء وكان السيلانس. البياض هو السيلانس. ولا بد واحد شوية ديالبياض. ولا بد واحد شوية ديالبياض باش يمكن لها اللوحة. نفس. نعم. إلا كان تكون لها عمراء وما فاش تشوية ديالبياض تتختلق. ممكن لاش تنفس. بحال في الموسيقى ولا بدكين الموسيقى ولا بدكين السيلانس. كيف ما هناك احتفاء باللون الأبيض واللون الأحمر؟ هناك احتفاء أيضا بالأنوتة بالمرأة داخل اللوحة. المرأة هي سر ديال الكون كله. المرأة هي اللي يمكنها تشوية بالفرح. بزاف ديال لواحات ديالي. والجل في لواحات ديالي. هي عبارة عن ديسين دونس. ركح الرقص والرقصات والمرأة من المجال ديالها هو هذك. مجال دياله هو هذك. أستاذة سلمة مجال آخر لا يقل رقيا وجمالا عن المجال الذي تبديعين فيه اللي هو مجال الفنتشكيلي. أنت أيضا أستاذة الرقص. الرقص الذي يعتبر جزء من عملك الفني. يمكن لك تحكين عن هذه التجربة على وجه الخصوص؟ تجربة ديال الرقص تجربة مهمة جدا في تشكيل ديال كل شيء. بالتشكيل ديال الشخصيتي ديالي وفي تشكيل ديال العمل ديالي الفني هو جوز جوهاري. من خلال 30 سنة ترددت على بزاف ديال قاعات ديال الرقص. وبزاف ديال الأساتدة. تنظن أنني شفت أساتدة ديال الرقص ديال البلد ديالي كاملين. وجوزء من الأساتدة ديال البلدان ديال العالم. من خلال 30 سنة مني كنت صغيرة بزاف. وفي واحد ساعة قررت أنني حتى أنا يمكنني أن ندرس هذا الرقص ومشيت لباريس في مؤسسة سلطانة درت فيها واحد لسيكتفيكاسون باش ممكنني أن ندرس الرقص وماني كان الحجر الصحي درت واحد لسيكتفيكاسون أخرى ديال بيلي دانس أكاديمي وعزيج علي الرقص بزافي ممكنني أن نمشي للدروس ديال أي أستاذ في أي بلاد مني نرى شي راقصي كنتي عشبني بزافة نشوفه على اليوتيوب متى قال هاجيس ديالي الوحيد أنني نمشي نصافر نشوف كده يرد درس دياله كيفاش تيرقصه كيفاش تينسق الرقص دياله كيفاش تيشرف عليه تنظن هذه المسألة مهمة في الحياة ديالي جميل طبعا إذا كان الفن تشكيلي وتعبير طبعا بالوجدان والروح والفكر كذلك والراقص وتعبير بالجسد هذا التصالح ما بين الروح والجسد هل يحقق لديك هذه الاكتفاء وهذا التصالح مع الدات؟ تيحقق لي أشياء مهمة تيجعلني سعيدة تيجعلني فرحانة تيجعلني أن أشبالي لدينا نفق الصباحة كلهم ولكن الحمد فقنا صبحنا والملك لله يمكننا نفعله هو يجداد يمكننا نشط وعوة وثاني يمكننا نصبغ وثاني يمكننا نرقص وثاني تنحش براسة أنني تنمشي العمال أو أنني تنتعب أو أنني تنذير تنذير شيء حاجة صعيبة بحل الناس اللي تنمشيوا وتنمشوا الصيفق وصبح باش مشوا يخدموا وتحصوا براسهم متعبين تنمشي صباحة عندي بزاف دي الأعمال تنفي صباح بكري أنا مهندسة معمارية وبعد الدور أنا فنانة تركيليا وفي الآخر دي النهار أنا أستاذة دي للراقص ومبعت أنا أرجع للبيت دي لي أنا زوجة وعندي أولاد تنحس بهاد الشيء كله تي يحقق لي واحد ساعدة الله منك الحمد ربما هذا ما يميزك وربما هي رسالة إلى كل مرأة أن تناضلة من أجل تحقيق حلمها وطبعا طموحاتها أنت لم تقفي هنا وإنما الآن أنا رجبتك تستعدي تنعز فيه على الكمان ما زل ما تنعز مش مزيئا على الكمان عندي أستاذ جيد أستاذ جيبريل تعلمني أني نعب على الكمان مني تي كنتي لعب معي تنحس براسي وأنني فنانة مهمة ولكني كنتي لعب وعدي ما زل ما زل ولكن غادي يدوز واحد إن شاء الله مني شي تعاون ندروا مرنامج أخر منذ مربع سنين ولا خمس سنين غادي إن شاء الله تنواعدك أنني نكون عازف كمان جيد إن شاء الله جميل هذا ما نقول لك أنه إذا كان يحلم أن يدر شيئا يجب أن يدرها لا يتسائل بأن هذه الأشياء ستقبط لها بزاب ديال الوقت نعم إذا كان يريد أن يدر شيئا يجب أن يدر شيئا يجب أن يدرها هي الأولانية لا يتسائل في الوقت الذي ستستغرق أستاذ السلمة طبعا الشعر حاضر بقوة في جل واحدك وتعمل على مجموعة من القصائل الكبار الشعراء نزار قباني وغيرهم ولكنك لديك ميزة خصوصية وأنك تختارين عنوين المعارض وعناوين اللواحات لا في الحقيقة أنا تنذير لواحاته لكن لا تنختار العناوين تسمى إليهم ياسر بن سودة زوجتي لي بحال أنا تنذير لولدته وهو تسميهم لا تنصيب اللواحات وهو تسميهم تسمي المعارض وتسمي اللواحات في كل المرة وتلقى اليوم واحد الأساميه جميلة بحال هذا الدار هذا الإذ معدد من موراه المعارض والدرس من موراه اللواحة ولكن وراء تسمي اللواحة ولكن سودة تسميها من بعد وهذا جميل جدا كل مرة تلقى واحد عنوان مركب تلقى بطريقة رائعة لكل معارض مثال آخر على المتابرة والمكافحة وكذلك البحث عن الجديد والتجدد داخل أشياء وعواليمك الخاصة نجدك طبعا قد أخذت دروس عن اللغة الروسية وحصلت على شهادة من يد سفير الروسي كأحسن طالبة شهادتين شهادتين كأحسن طالبة فأنا تعلمي للغة الروسية كان في الأول ريهان مشيت المونبوليو وشفت واحد الراقصة ريام ميسكيفيتش من أجمل الراقصة للعالم بالنسبة لي وراهنت لأنها لم تتكلم باللغة إنجليزية كما تقول القدام كما تتكلم بالروسية راهنت مع الأصدقاء سوف نتكلم باللغة الروسية وبدأت أن نأخذ دروس مني فتاة هذا العام الأول بل يجب أن لديك روسية لغة رائعة وأنها مجالات عدة وأنها تتفتحلية تحدث مع الكثير من الناس وكثير من الأفاق وكملت عام الأول ثالث خمس دينا وأنا كانت تعلم اللغة الروسية وحرصت على جوج شهادات كأحسن طالب للغة الروسية في المغرب وشهادة كمقرأة شعر جيدة جميل وهي من بين شهادات التي تنفتخر بها صحة تبارك الله عليك طبعا الأدب الروسي عريق وعميق فيه الإبداعات الكبرى هل تفكرين في الترجمة ذات يوم؟ صعب بزاف اللغة الروسية لغة صعبة بزاف ولكن الأستاذة ديالي في بعض المرات باش مكلي نفتخر قدام أصدقاء ديالي تتقريني بعض الأجزاء من تولستويوسكي من تولستوي باش مكلي نقول بإنني مكلي نقرأهم لأنه عدب الروسي صعب بزاف وصعب الترجمة أكيد على إقاع هذه الشحنة التفاؤل والفرح والبهجة شكرا لك جزيلا على هذا الحوار الممتع معك ونتمنى لك كثير من التوفيق والنجاح في مصارك الإبداع المتميز شكرا لله ويدالي